لا أرقام جديدة على ما يبدو قد تبدد شيئاً من الاتجاه المثير للقلق حول مضي درجات حرارة الكون في الارتفاع وأتبعت الأمر على المدى الطويل فبحث وكالة الفضاء ناسا خلصت إلى أن العام 2012 هو تاسع أشد الأعوام ارتفاعاً في درجات الحرارة على الإطلاق مما يعني أن العام المنصر لم يكن سوى امتداد لدرجات حرارة فوق المتوسط والتي شهدتها كل الأعوام التي عقبت عام 1976 البيانات التي تعد جزءاً من سجل تحتفظ به ناسا منذ العام 1880 أشارت إلى أن متوسط درجة الحرارة في السنة الماضية بلغ 14 درجة و16 من المئة أي بزيادة 16 من المئة من متوسط درجات حرارة سجلت خلال القرن المنصرم أما الأكثر لفتل الانتباه في الدراسة فهو أن ثماني سنوات من ضمن السنوات الاثناثي عشرة الماضية هي الأكثر حرارة في تاريخ البشرية موجة حرارة غير مسبقة يرى البحث أن سببها الرئيس هو زيادة غازات الاحتباس الحراري التي تبعثها نشاطات البشر خاصة أمام عدم التزام الاقتصادات المتقدمة المسؤولة عن حدوث أغلب الانبعاثات بإجراء عملية خفض أعمق لتلك الانبعاثات وإذا ما أصبت توقعات العلماء بأن القادمة من الأعوام سيكون أشد دفئاً فإن كوكب الأرض سيكون حينها حثماً أمام كارثة بشرية